تعالوا نشوف كده اول وصفة معايا وهي وصفة الاستاكوزة هنعملها ازاي طريقة سهلة وسريعة بيزيك بس نعملها مع بعض ونشوف عندي الاستاكوزة هجيب اللوبستر تيل ديل الاستاكوزة وعندي زبدة توم بصل اخضر لمون ملح خشن وعيش فينه مع الجرجير اول حاجة هعملها ان انا هكون عندي مية مية بتغلي كده هنحط مية وايه هحط رش ملح فيها اهو اهو زي ما احنا شايفين بالراحة بقى ايه بخش كده هجيب كده الاتنين تيل وايه هحطهم يغلو في المية وهه هغطي عليهم على بقى ما ايه ما يعملوا بسيبهم اربع دقائق اوكي هبدأ ان انا احضر الساندويتش بتاعي نحضر ازاي بقى الساندويتش بتاعنا تعالوا نشوف هجيب هنا الزبدة الجميلة بتاعتي الله 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 وعندي التوم وعصير لمونة وبقلبهم زي ما احنا شايفين مع بعض جميل قوي هجيب كده الطبق وايه هنطلع عليه الجستكوزة بتاعتنا بصوا جمالها جاهزة جدا بس بما اني ان انا هعملها بقى في الساندويتش فهضطر ان انا اشيلها من ايه من القشرة خالص جميل قوي 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 وهبدأ ان انا قطع كده الله على الجمال هجيب هنا كده هنحط الجرجير بصوا بقى عصيون الجرجير كده وهجيب هنا الاستكوزة بتاعتي كده وهنجيب بقى الزبدة بتاعتنا اللي احنا عاملينها زبدة بالتوم بصوا الجمال بصوا الساندويتش وجماله وحلوته كده الله على الجمال زي ما احنا شايفين بقى كده هنحط ايه رشة البصل الاخضر معاها كده كده وتتقدم زي ما احنا شايفين ترجمه بقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة